لكن النمر الجريح النمر الجريح بص ممكن جدا ممكن جدا ان احنا نقعد نحتفي ونحفل على بعض والمنتصر وحتى ساعة مبقاش منتصر انك تنتظر عطر الخصمك عشان تحفل عليه وانا شايف ان ده اسوأ ما في المشهد انا مش موافق على الكلام ده خالص مش موافق على التحفيل والمبالغة والتهويل انك انت تشعر بقوتك ودائما القول الحقيقي ما يستعرضش قوته وما ينهكش اللي قدامه انه بيتفوق عليه طي طب طب عليه ويحنوا عليه ليه الدنيا دواره اولا صحية الاحتفال الزائد بان احنا فريقتنا ماشي كويس والمنافسين يتعثرون لا انت جايلك مباراة مهمة جدا جدا مهما كان المنافس بتاعك في لحظة مش متوهجة لكن مش معنى كده انه مش موجود هو موجود بكل الثقل اللي هو فيه عنده لعبته وعنده مدربه وعنده حوافزه وعنده وعنده خمستاشر يوم ينسى فيها كل آآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآه هو كان نمر الجريح انت بسألني عن نمر الجريح ايه ما انت عطيرك عطيراني تاني انا لا تفضل مش هاجل لان فيه ربط في المواضيع ربط باكتوبر ربط بالحالة العامة النمر الجريح اخطر ما يكون وهو جريح يعني النمر اللي هو من اسرع واخطر واشرص الحيانات المفترسة اخطر حالاته كمان لما يكون جريح فانت خلي بالك خلي بالك ان المنافس بتاعك كل ما هتتكى عليه انت بتحفزه يا أولاد افتكروا ان لا النصر دائم ولا الهزيمة دائمة اسعد بفريقك استمتع به زي ما انت عايز لكن دون غرور ودون تعالي ودون إساءة اه والتحفيل هذا مشهد كريف المشهد رياضي أستاذ ابراعيم احنا لما قلنا الاهلي فوق الجميع كانت في لحظة تخصينا وازعم ان اللحظة دي هذا الشعار استطاع ان يقود النادي الاهلي وانقذه من خلافات كانت تحدث ولمنا كلنا واحنا بنتنافس مع بعض ان احنا السبعتاشر يساعدوا بعض عشان اللي ينجحوا العشرة نقف في ظهر المجلس كلنا الشعار ده جميل جدا 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 طب ما نوسع الدائرة بقى ما نخلي الصورة اشمل يا جمهور الاهلي وانت تمثل خمسين ستين سبعين في المية من الشعب المصري عايزين نقول مصري فوق الجميع